أفادت وسائل أعلامية بورود أنباء عن تمرد وحدات من الجيش في ثقرة قرب العاصمة المالية باماكو مشيرة إلى أن انقلابا عسكريا جرى وتم اعتقال وزيري الخارجية والمالية ورئيس البرلمانة وقالت وكالة الصحافة الفرنسية أن أطلاق نار كثيف سمع قرب قاعدة عسكرية قريبة من العاصمة المالية باماكو ونقلت مصادر متطابقة أن تمرد قد حدث في قاعدة أكاتي العسكرية التي تقع على مشارف العاصمة وتم اعتقال عدد من الوزراء وبعض كبار الضباط ونقلهم إلى أماكن مجهولة وذكر مصدر عسكري للوكالة أنه تمت محاصرة العاصمة باماكو لمنع أي تمرد قد يحدث وأكد أن الصورة لم تتضح حتى الآن وقال من المستحيل الآن لحصوله على معلومات مؤكدة رغم تصاعد وتيرة إطلاق النار خلال الساعات الماضية من جهة أخرى نقلت رويترز تأكيدها أن وحدات الجيش الموجودة في ضواحي عاصمة البلاد باماكو تمردت وكانت المعارضة المناهضة للحكومة المالية دعت إلى بدء احتجاجات واسعة النطاق للمطالبة بالاستقالة الفورية للرئيس إبراهيم بوبا كيركيتا